وفيش سنان باللي هو دي وارجوكوا بتستخدموش سنانك يا جماعة بطريقة يعني تقلق انا مرة كنت قاعد مع حد يعني اللي يت ايه ازاز بيبسي فتاحها جماعة نفتح البيبسي انا بحيب اشرب يعني الحلمية الغزاية من ازايز محيبش اشربها من كان فتاحها جماعة فتاحها مندور على فتاحها فهي ايه فتحها طبعا اللي هو ايه رد فعلي الواحد ببقى ساعات مش لاحق يعني اللي انت عملته دا يعمل حاجة اللي انت عملته دا وشيء مخيف جدا ان واحد يستخدم سنانه استخدم زي اللي احنا شفنا كان المسدس يعني في عدد كتيرة غلط بنعملها عدد سلبية كتيرة مش بقى ديش مجرد ان انت بس بتفتح بحاجة لا لا في حاجة تانية كتيرة اولا في مثلا ناس عندهم عادة انه يأكل الاكل في ناحية واحدة يأكل بيأكل دايما ناحية الامين هي دي بيأكل بساعات مضطر ناحية الشمال فيه سنان وقعت منها وسايب ونطنش الكلام ما زرعش سنان فده ممكن يضر وشه في السيمترية كمان فيه ناس عندهم اكل المخللات كتير ده بيضر السنان جدا فيه ناس بيشربوا مشروبات غزائية كتير بطلة الحمد لله رجعت ما بشربش مشروبات باشرب مشروبات طبعية فيه ناس بيمهملين في تنظيف السنان بتاعتهم فيه ناس بينظفوا سنانهم او بيستخدموا الخلة اللي احنا شفناها دي بشكل اوفر جدا والخلة دي ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا فيه ناس بتستخدم اسنانها استخدامات عنيفة زي ما احنا اتكلمنا في بداية كلامنا فيه ناس بتستخدم بقى حاجات مخيفة للسنان السجال الالكترونية على فكرة دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تدمر سنانك السجال عموما الشاي والقهوة بس السجال الالكترونية اللي انه فيها مواد مؤينة ممكن تدمر السنان كلها كل ده في النهاية وصلك لحتة ان انت سنة تقع تتلخلخ تطعف تتكسر تروح لو السنة دي امامية باينة انت بتتحرك اسرع السنان الخلفية بيخليك مش باينة فبتتحرك بوطق بس بتضطر تروح في الاخر نتيجة مشاكل كتير هنفهم عنها الزراعة اختلفت تماما عن قبل كده عن قبل كده ده الكلام ده انا بتكلم على تطور الزراعة في العشر وخمساشر سنة اللي فاتوا تطور كبير جدا نهاردة هنفهم كل ما يتعلق بالزراعة وهنجاوب على ملفات كتيرة اوي في هذا العالم الممتع جدا عالم تكنولوجيا خدمته كتير نهاردة حوارنا مع ضيف العزيزة الذي يبدأ دائما والحقيقة بنسعد جدا وبسعد جدا باننا نلتقي عشان انا بستمتع بحوار اولا ساموست ريسن ساموست ابانسد وبالاضافة لكده في الجون وبيجاوبنا على كل الخلافات وكل الدوشة اللي بتحيط بأي موضوع النهاردة زراعة اكيد في دوشات معينة وحاجات معينة هنجاوب عليها المبدأ دائما والذي قدم الكثير من العطاء الجيد جدا لعالم الثقافة المتعلقة بطب الأسنان واحد من ميج السرز هذا العالم ضيف العزيز الأستاذ دكتور نورني المصطفى فارق جبر كده بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مصبوط لشكل جمالي متناصب ده إجراء مهم جدا ده حاجة في وشي احنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في عالم مجال تجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك ومدارب المؤتمر بالجامعية الدولية للتصوير الرقمي نورت أهلا أهلا دكتور وحشني جدا وانت جدا 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 الزراعة أنا جاي لك بملفات خاصة بالزراعة وهنفتح ملف ملف ونقفل بقى إيه زي ما يقولوا الصغرات والفوضى الحادثة حواريا حول الزراعة في كثير من الأحوال عايز أبدأ الأول عن الأحدث إيه الأحدث دلوقتي في عالم الزراعة؟ الزراعة من أكتر فروع طب الأسنان اللي استفادت من التكنولوجي واحد أصلا فكرة الزراعة زي ما تقال في أول البرنامج دي بدأت في أول الخمسينات باكتشاف مذهل أن التايتينيوم الجسم أو العظم بيفكروا عظم أو بيتآلف معاه وبترصب عليه وبيبقى ما هسمعها أنكيلوزز أو تعظم فبيبقى التايتينيوم ده هو والعظم حاجة واحدة أكتر الفترة اللي فاتت بقى كل التكنولوجي مبنية على إيه إزاي عالج سطح التايتينيوم واعمل منه سبايك تساعد أن العظم يمسك أسرع وأخوة لأن أنت في الأخير عايز تعمل إيه؟ عايز تعمل زرعات تعيش معك وتعامل بيها أنها زي الأسنان الطبعية يبقى هنا أهم حاجة عندي بتاعت الزرعة ديوريبيلتي الزرعة مبنية في الأساس على إيه؟ على قدرة العظم وقوته في الالتصاق أو أنه هو يحصل له تعظم أو السيون تجريشن مع الزرعات وصلنا أنا شاف أنه إحنا وصلنا دلوقتي أن الحمد لله إحنا وصلنا أن نسبة نجاح الزراعة من 95-99% ودي من أعلى نسب نجاح أي عملية في طب الأسنان يعني في ناس إيه؟ بتقولك أس أنا قلقانة من الزراعة طب هي نسبة نجاح حقا ديه؟ حاجة بتروح تعمل كل الإجراءات في طب الأسنان وعمرك مسألة السؤال ده؟ يعني علاج العصب نسبة نجاح حقا ديه؟ أقل من الزراع التركبات السابتة أقل من الزراع وإنت بتعملها وإنت متطمن ليه؟ لأنه بقى إجراء روتين بقى إجراء معتمد بقى له سنين الزراعة بس عشان هي إجراء مش معتاد لسه جديد وطبعا هو مش جديد أوه أنا منتكلم أنه هو من الخمسينات وتطور قوي آخر 20 سنة بس هو ستل فرع الناس مش متعودة عليه فقال أنا منه على العكس الزراعة هي من أقمن ومن أنجح العمليات اللي احنا بنعملها في طب الأسنان ده بفضل إيه؟ بفضل إن التكنولوجي بفضلت تطور في المواد اللي احنا بنستخدمها فيه عشان توصلنا إن احنا نعمل زرعات جيربل بتمسك أقوى بتعيش أكتر في التكنولوجي هنا فدتنا جدا جدا معالجة الأسطح قوة الزراعات نفسها لما تعمل سباك من التايتانيا وتبقى قوية لدرجة إن انت تعمل منها زرعات رفيعة جدا علشان خطر الحالات اللي عندها مشاكل في زراعة العظم ومش عايزين ندخلها في زراعة عظم فأقدر ألاقي زرعات حجمها قليل أورفايا عشان أقدر دي لو أنا عندي الزرعة حجمها قليل ما ده وارد تبقى لو معمولة من مادة ضعيفة إن هتكسر لا هم قدروا يوصلوا إن هم يعملوا زرعات قوية جدا مهما قدرنا نخلي السمكة قدامة البتاحها قليل بحيث إنها برضو تبقى ديرابل كله كله بيفكر إزاي يطور علشان خاطر يدينا زرع ديرابل مسكة في العظم عايشة بتفاعل وبتعامل معها في الأكل بالذات بشكل طبيعي راجل اللي كان المسدس ده طبعا مش نخلي حد دي أكل المسدس وطبعا هم كان عايز ينقص حياته لكن الزرعات والتركيبات الحديثة قوية جدا 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 نقدر نتعامل معها بشكل طبيعي زي الأسنان الطبيعي السؤال أو أكتر معضلة دايما بتشغل بالي الناس إنه واحد يروح يزرع فيتقله العظم عندك مش كفاية تمام دلوقتي برضو من ضمن الفوائد اللي فديتنا جدا في التكنولوجي حاجتين أول حاجة إن الناس اللي ما عندهاش عظم كفاية بقينا نقدر نعمل لها عمليات زراعة عظم وتم برضو عمل أبحاث وتطوير العظم الصناعي حتى علشان فيه ناس كتير بتخاف من الأوتوجينس اللي هو العظم اللي بيتاخد من الحالة وإن كان فيه بعض الحالات اللازم ما لقاش حال تم تطوير طبعا العظم الصناعي وده بقى بديل في حالات كتير قوي زي بالذات الفك العلوي في المناطق الخلفية اللي بنعمل بها عمليات رفع الجيب الأنفي اللي بنعوض فيها تآكل العظم الشديد دي بقت عملية عادية جدا بنسب نجاح عالية جدا 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 خلت الناس اللي ما كانش نافع إنها تعمل زراعة إنها تعمل زراعة طورنا بقى الموضوع أكتر من كده إن فيه زرعات حديثة اسمها زيجومة إيمبلانت زيجومة إيمبلانت يعني أنا خلاص ما عنديش عظم في الفك والحالة صحيا ظروفها الوقتية لنزرعت العظم عشان تزرع عظم فبتستنى ست شهور وبعد كده بتزرع وبتستنى ستة كمان من ثلاثة لست شهور علشان تعمل التركيبات السابقة فبنتكلم في رحلة مدتها سنة فضم تطوير نوع من أنواع الزرعات طويلة الزرعات داية ما بتتحطش في الفك تتحط في الزيجومة هنشوف دلوقتي صورة حالة جاية من غير أسنان وبعد الأسنان بقى شكلها إيه علشان نعرف الفرق أسنان ولا أسنين تعالوا نشوف بعض الوش بيطبق يا جماعة طبعا ما احترامنا للأقر شايف الفرق دا كأنها بنتها شايف الفرق دا كأنها والله عبتك أنا عايز أقول لك بقى أن هنا لو مش شايل العينين كمان الفرحة اللي في العينين اه وشكل العينين إزاي مظبوط مع شكل الاسمائل لا بقولك أنها بنتها الفرق إيه عرفك دول نفس الشخصية الحسنة يا الحب لله ممكن لبنتها ورسة الحسنة الفرق إيه عايزين نعلم الناس الفرق إيه مع أسنان الفرق أسنان لو فضلت تعمل بو لا بس أنا بحقيق إن إنت جبت بقى وش مصري أصيل كمان الحمد لله ما فيه مشوش مصرية أجنبية شوي لكن دا وش مصري كلاسيكي بقى وشايفين الفرق احنا هنا عايزين نعرف الناس إن الزراعة من أكتر الحاجات بالذات بقى للستات قالت رجعك شاب بتاني والرجال قالت كل الناس ما هنشوف راجل عالة نوع بص الفرق بين الاتنين بص فردت شفايفه بص شفايفه هنا كان يتعاملة إزاي وهنا عاملة إزاي مبدئيا شفايفه فوق كانت دخلة يعني بص هنا شفايفه اللي تحت هي اللي سبقة في اللي بعد رجعنا تاني للشكل الطبيعي وشكل الطبيعي إن الشفايف اللي فوق تبقى سبقة سابق الفك اللي تحت يبقى خد ده مليان بص هنا الفرق أسنان الفرق أسنان مستنين أنا عكبال عايز الناس اللي بتظهر في الأفلام المسلسلات يعني لازم بالناس تكون عندها يعني اهتمام بأسنانها يا جامعة نرجوك لإن أنت بالذات اللي بظهر في التليفزيون لإن أنت نموذج بالظبط مش بس نموذج يعني يعني في ناس يعني فعلاً هيتغير شكلها طبعاً كنت عايز تقول حاجة أنت نموذج وهتكمل أنت نموذج والناس بتمشي وراك فلما بيلاقيك لو أنت حد معروف وبيلاقيك مهمل في أسنانك يقول لك عادي ده فلان سايب سنانك أنت المفروض مدام نموذج دايماً والناس بتتبعك خليك مدام ربنا أداك الحتة دي خليك تبقى مصدر هداية للناس في شكلهم في صحتهم دي هتاخد عليها على فكرة أجر أن أنت الناس تشوفك فتهتم بنفسها ده الناس هتاخد يعني ده هتاخد أنت عنه أجر لأن أنت بتخلي الناس صحتها أحسن وشكلها أحسن في ناس عندها فلقة بين سنانها فمحتفظة بيقولك ده بتاع ده ده باب الرزق ده باب الساعة فلقة الساعة أنا متفق على حاجة إيه هي؟ أن التجميل بالذات ده حاجة نبع من الزات ممكن على فكرة جدا أنت تعمل له سنان شكلها أحلى وعنده الفرق ده ويبقى شكلها أحلى بس هو مرتاحش عشان جدا دامن بقولي للناس إيه؟ أوعى الدكتور تروح له تكشف على أسنانك وقولك أنت محتاج تجميل وتسمع كلامه لازم أنت اللي تقول أنا عايزة أعمل تجميل لا برضي ولازم تتحيل عليه أنا بتجيلي الحالة تقول لي أنا عايزة أعمل تجميل أقول لها ليه؟ ليه عايزة تعملي تجميل استانك فيها إيه؟ طب إلم دايك ولازم تتناقش معاها علشان أعرف أن أنا هحولها وإلا ممكن يكون عندها أسباب وهي وتيجي تعمل لها تجميل والتجميل تغيير ويبقى هي مع أنت التجميل ده ميت حاجة أنت ممكن تعمل تبيض بس ممكن تعمل راجل لسه بس ممكن تعمل تقويم التجميل مش قشرة وتجميل وفينير وتركبات لا التجميل لحاجات كتير قوي فلازم تسأل الحالة وتفهم هي أعمل إلم دايكة وتعرف تحللها الموضوع ففكرة أن أن واحد مبسوط بشكل سنانه حتى لو وحشة بعيدا عن الإعلامين يعني لا أنا ما بنصحش أنه ينصق ولا حد لا أنت لازم تكون أنت اللي عايز لازم تبقى أنا أبقى منك طب بلأ سنان تخصصات والناس اللي عملت تجميل وحصل عندهم مشاكل وبقى شكل الحمد لله 99% منهم عادوا أسنانهم معنا وبقى شكلهم طبيعي ونشوف ناس كتير هيلحظ في ناس كتير هتلاحظ أنه فيه فروق في بعض الناس من رمضان اللي قبل اللي فات ورمضان اللي فات هيلقوا فيه تغييرات يعني الحمد لله كونه وراء وزء كبير منها نورتنا أنا أبقى بس أو أنا أنا الحوار معك بس فيه ملفات كتير لا أنا معك خلاص فيه ملفات كتير هنفتحها لأنه بصوا فيه ملف مهم لدينا نفتحه السوشيال ميديا ودورها في عالم في الأخبطة بتاعت الوضع مصر هل مصر المنافس السياحة العلاجية الموجودة في مصر دي ده ملف من الملفات اللي أنا عايز أتكلم معك فيها وإيه فاسيليتي وإيه الأفكار عن السياحة العلاجية اللي ممكن تتعمل في مجال طب حلقات عمل أولك على حلقات حلقات السياحة العلاجية دي خلينا نعملها في الناس الحلو أرجوك خلينا نعملها في الناس الحلو يوم الاتنين اللي كانت ماشي خلاص هتوبقى الحد لكن احنا هنصورها يوم الاتنين انشاء الله مورتنا شرفتي بيكو بيكو ضيفي العزيزة القيمة العلمية المتميزة والإسم الأمر واحد من ميجسترز هذا المجال لسؤس الدكتور نوري ديم وصفة المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضوه لكل مجلس العالمي لزراعة الأسنان جماعة نيويورك والمدارب المعتمد بجمعية الدولية للتصوير الرقمي كان ضيفي فيه الدكتور كالعادة الخميس برونقه وإطلالته المختلفة المتميزة علم كثير تتسمعونه فقط في الدكتور ترجمة نانسي قنقر